طيب هتكلمك شوية في البطولة العربية قبل ما نروح للميركاتو أنا معي طعم ميركاتو بتاعنا هنتكلم فيه الصفقات الأهلي سواء إمام أو ريدا سليم الصفقة اللي تم الإعلان عنها مؤخرا لكن هتكلم كمان في الميركاتو الأوروبي ونشوف كده الانتدابات رايحة لفين لكن حاليا ببتدي معاكم ببطولة عربية يمكن هي بطولة مش يعني مش تحضرية أكتر تحضرية أكتر يمكن بطولة مش وقدة سيكسي وقدة البروباجندا على الرغم بيتشارك فيها عندها كبيرة في أفريقيا وعندها كبيرة في أسيا لكن السؤال الأول هل أنتوا حسيتوا أن فيه ترجمة حقيقية للكم الكبير من الصفقات والأسماء والانتدابات والأرقام اللي دفعتها عندها السعودية في مجموعة من أهم وأكبر نجوم العالم هل الأسماء دي كانت قادرة أنها تصنع الفرق ولا نتائج ومستويات الأداء اللي أنت شفتوها بتقول عكس ده يعني يمكن في البداية اللعب الأكثر تأثيرا حتى الآن هو كريم بن زمة يعني كان ليه تأثير مباشر على نتيجة مباراة الاتحاد في المباراة الأولى أحرز هدف وصنع هدف في المباراة الثانية أحرز هدف واللقائين انتهوا بفوز بسبب مباشر لكريم بن زمة النهاردة ظهر شوية لعبة الهلال وصفقات الهلال ممكن تكلمنا عن روبين نيفيز ويسافيتش الاتنين النهاردة أحرزوا أهداف الهلال وقادوا الهلال طبعا للصعود بعد الفوز على الولاد المغربي اللي من وقته خسارة بطولة أفريقيا وهو بيعاني على المستوى المحلي والمستوى العربي فاللعيبة المستوى الأفريقي واو خسارة أفريقيا تسيط الأفريقي برده عانى محليا وعربيا طبعا بعد المعاناة الأفريقية فعايزين نقول أن لسه البداية يعني أنا أعتبر مباراة البطولة العربية زي ما احنا قلنا مباراة تحضيرية ولكن المحاك الرئيسي طبعا هيبقى مع انطلاق فعاليات الدوري السعودي بعد ما كل الأندية تقف على التشكيل الأساسي والمنافسات الرسمية لكن حتى الآن مفيش حد زي ما قلت لك يعني يمكن اللعب الأبرز هو كريم بنزي